من جانب آخر استقبل اسمو شيخ حمدان بن زايد آل انهيان فريق أبو ظبل السباقات البحرية الفائز ببطولة العالم للفورمولاتو التي أقيمت بمدينة لغان الفرنسية مطلعة مايوجاري وتسلم سموه من أعضاء الفريق كأس البطولة مؤكدا سمو أنها تضاف إلى سجل إنجازاتهم الوطنية بمختلف البطولات العالمية والإقليمية وعملهم الدؤوب في سبيل تحقيق نتائج مشرفة وإصرارهم على تحقيق الإنجازات والمراكز الأولى في هذه البطولة وغيرها من البطولات ورفع راية الوطن في المحافل الدولية كافة